السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأقوم بشرح الدرس الثالث من دروس منهج توب جول للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وقبل ما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أنه ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بدرس اليوم سنفتح سوياً صفحة ثمانية هنا لدينا أي هل تتذكرون هنا ماذا نتذكر بالضبط؟ نتذكر قاعدة أي قاعدة المقارنة والتفضيل أخذنا هذه القاعدة في العام الماضي سنقوم بمراجعتها سوياً وبعد ذلك سنبدأ بحل هذا التمرين سنبدأ أولاً بقاعدة الكمبراتيب أي صفات المقارنة نستعمل هذه الصفات للمقارنة بين شيئين فقط فعندما نقارن ما بين شيئين فإننا نضف للصفة القصيرة ER ويأتي بعد هذان وماذا نعني بالصفة القصيرة؟ الصفة القصيرة هي الصفة ذات المقطع الواحد أي عندما نلفظها لا نقطعها إلى مقاطع إنما تلفظ كمقطع واحد وكلمة واحدة مثل صفة tall, big, happy, easy, short إلى آخرها تلاحظون أنني عندما لفظته هذه الصفات لفظتها بمقطع واحد ولم أجزئها إلى مقاطع ومثال على المقارنة مثلاً نقول أحمد is taller than علي أحمد هو أطول من علي إذن نلاحظ هنا أن الصفة tall هي صفة قصيرة في المقارنة ما بين شيئان أضفنا لها ER وجاءت بعدها than أما في الصفات التي تتكون من ثلاث مقاطع أو أكثر فإنها صفة طويلة لماذا؟ لأننا عندما نقرأها نجزئها إلى مقاطع مثل صفة expensive نلاحظ هنا أننا جزئنا هذه الصفة عند قراءتها أو لفظها إلى مقاطع فإنها تعتبر صفة طويلة ففي المقارنة ما بين شيئان عند استخدام الصفة الطويلة يجب أن نضف قبلها كلمة more وأيضاً يأتي بعدها than مثال على ذلك نقول سيارتي هي أغلى من سيارتك هنا نلاحظ أن الصفة صفة طويلة لذا في المقارنة كتبنا قبلها كلمة more وأيضاً جاءت than في جملة المقارنة وتعني من أي سيارتي أغلى من سيارتك إذن مرة أخرى في المقارنة بين شيئين الصفات المكونة من مقطع واحد أو الصفات القصيرة نضف إليها e-r وبعض الصفات المنتهية ب-y نحذف ال-y ونضف إليها i-er ويأتي بعدها than في الجملة أما الصفات الطويلة المكونة من مقطعين وأكثر في المقارنة نضف قبلها more وأيضاً ستظهر than في الجملة ننتقل الآن إلى أسلوب التفضيل superlative في أسلوب التفضيل نفضل شخص عن بقية الأشخاص أو شيء عن بقية الأشياء في الصفات القصيرة نضف للصفة est ويأتي قبلها the مثل أحمد is the tallest in the class مثلاً إذن أحمد هو الأطول في الفصل إذن يأتي قبل الصفة the ونضف للصفة القصيرة est أما الصفات الطويلة كما ذكرنا فإننا نسبقها ب-most وتعني الأكثر أو the least وتعني الأقل وبعدها نكتب الصفة الطويلة كما هي ومثال على ذلك سيارتي هي الأكثر غلاءاً من بين السيارات الأخرى نلاحظ وجود the في أسلوب التفضيل وموست والصفة الطويلة تكتب كما هي إذن بعد أن راجعنا سوياً قاعدة الكمبراتيف والسوبراتيف سنكمل درسنا لليوم ونقوم بحل هذا التمرين look, read and answer علينا أن ننظر نقرأ ونقوم بالإجابة سنقوم بالإجابة ونكمل فراغات هذا المقطع باستخدام الكلمات الموجودة هنا في البوكس لدينا كلمة best أفضل better أفضل من biggest أكبر longer أطول more difficult أكثر صعوبة nicest أي أجمل وأفضل smaller أصغر من taller أطول من لاحظنا أن longer وtaller لهما نفس المعنى متى نستخدم longer ومتى نستخدم taller أو متى نستخدم الصفة long أو الصفة tall long تستخدم في وصف أي عضو من أعضاء الجسم مثل الشعر مثلاً من أعضاء الجسم نقول this hair is long وأيضاً تستخدم في وصف الأشياء عندما نصفها أن نطولها بشكل أفقي أما الصفة tall فنستخدمها لوصف الأشخاص طول الشخص مثلاً أو أي شيء عامودي نقول مثلاً هذا المبنى أو this building is tall أو this tree is tall building يعني المبنى وتريت عن الشجرة tallest الأطول worst الأسوأ إذن هذه جميعاً أشكال لصفات بصورة الcomparative والsuperlative بعضها نستخدمها عند المقارنة ما بين شيئين وبعضها نستخدمها عندما نقارن شيء بمجموعة هنا إحدى الفتيات تعلق وتقول in the first photo في الصورة الأولى هنا you can see my best friend at school يمكنكم رؤية صديقتي المفضلة في المدرسة إذن هنا اخترنا best friend هنا best هي الصفة her name is Asma اسمها Asma she has longer hair than me لديها شعر أطول من شعري هنا نلاحظ يوجد مقارنة لذا اخترنا الصفة المضاف إليها er وهي المناسبة للجملة لديها شعر أطول مني أنا وظهرت than أيضاً في الجملة and she is taller too وهي أطول أيضاً أطول مني نكمل الجملة هنا أيضاً مقارنة بين صديقتها وبينها لذا اخترنا الصفة المضافة إليها er I think she is the tallest girl in our class هنا أسلوب تفضيل وسبقها the إذن هي الأطول في الصف أطول فتاة في صفنا we always sit next to each other نحن دائماً نجلس بجانب بعضنا البعض she is brilliant هي بارعة وذكية she is the nicest person I know هي أجمل وأحلى شخص أعرفها هنا أيضاً أسلوب تفضيل جاءت the والصفة المناسبة للجملة هي nicest أسماء helps her friends and smiles a lot أسماء تساعد صديقاتها وتبتسم كثيراً ننتقل إلى حديثها عن الصورة الثانية The second photo is of our class with the teacher الصورة الثانية هي لصفنا مع معلمتنا Our class is the biggest in our school صفنا هو الأكبر في المدرسة هنا أيضاً أسلوب تفضيل وجاءت the لماذا هو الأكبر؟ There are 30 students فيه 30 طالباً The other classes are smaller الصفوف الأخرى هي أصغر هنا مقارنة استخدمنا smaller لأننا نقارن ما بين الصفوف الأخرى وصفنا With about 20 students in each one فيهم فقط 20 طالب في كل صف لذا فهي أصغر من صفنا In this photo وفي هذه الصورة We are in our math class نحن كنا في حصة الرياضيات I like the school subjects we study أنا أحب مواد المدرسية التي ندرسها But math is more difficult than geography or history لكن مانتة الرياضيات هي أكثر صعوبة من الجغرافية والتاريخ إذن هنا نقارن واستخدمنا صفة difficult وهي صفة طويلة لذا جاءت معها more نقارن ما بين مادة الرياضيات ومادتي الجغرافية والتاريخ وظهرت than Sometimes I don't understand math بعض الأحيان أنا لا أفهم الرياضيات And I think I am the worst student in class واعتقد أنني أسوأ الطالبة في الصف إذن هنا استخدمنا أسلوب التفضيل جاءت قبل الصفة the وworst هي أسلوب التفضيل من الصفة bad وفي المقارنة تكون worse لكن أسما دائما تساعدني لأنها أفضل في مادة الرياضيات مني إذن هنا أسلوب مقارنة ما بين أسما وما بيني وظهرت than What about you؟ ماذا عنك؟ Who is your best friend at school؟ من هو الصديق المفضل لديك في المدرسة؟ What school photos do you have؟ وما صور المدرسة التي لديك؟ إذن علينا أن نعرف الفرق ما بين أسلوب المقارنة comparative وأسلوب التفضيل superlative كما شرحت في بداية الفيديو ننتقل إلى number two Read and think علينا أن نقرأ ونفكر في الإجابات Then ask and answer بعد ذلك اسأل وأصدقاءكم في الصف وأجيبوا على الأسئلة التالية هنا لدينا هذه الأسئلة me ماذا ستكون إجابتك أنت؟ وماذا ستكون إجابة my classmate أي صديقي أو صديقتي في الصف وهنا لدينا نموذج حل لهذه الأسئلة طبعا الحل يختلف من طالب إلى آخر ومن طالبة إلى أخرى سؤال number one Who is the tallest student in your class؟ من هو أطول طالب في صفك؟ طبعا كل شخص سيدكر اسم أطول طالب أو طالبة في صفهم مثلا ممكن أن نقول علي Is the tallest student in my class? Number two What is the nicest thing about your best friend؟ ما هو أجمل شيء عن صديقك المفضل؟ ممكن أن نقول Honesty is the nicest thing صدقه وإخلاصه هو أجمل شيء فيه Number three Who has the biggest backpack in your class؟ من لديه أكبر حقيبة ظهر في صفكم؟ أيضا كل طالب وطالبة سيدكر اسم الشخص الذي لديه أكبر حقيبة ظهر ممكن أن نقول علي، أحمد، نورة أو أي شخص لديه أكبر حقيبة علي has the biggest backpack Number four What is the best thing about recess time at school؟ ما هو أفضل شيء عن وقت الفصحة في المدرسة؟ ماذا تحبون في وقت الفصحة؟ ممكن أن نقول Playing is the best thing اللعب في الساحة هو من أفضل الأشياء مثلا Number five Which school subject do you think is more interesting؟ History or geography? Why؟ أي مادة مدرسية تعتقد أنها أكثر متعة التاريخ أم الجغرافية ولماذا؟ I think history is more interesting أعتقد أن التاريخ أكثر متعة لماذا؟ Because I like people and places لأنني أحب الناس والأماكن ممكن شخص آخر يفضل مادة الجغرافية مثلا لأنه يحب مثلا الطبيعة والتضاريص كل إجابة هي صحيحة Number six What school subjects are more difficult at school؟ أي مادة مدرسية أو دراسية هي أكثر صعوبة في المدرسة؟ طبعا كل شخص سيختار المادة الصعبة بالنسبة إليه مثلا ممكن أن نقول Math and art are more difficult شخص آخر ممكن أن يختار English أو Arabic أي مادة يمكنكم كتابتها حسب رأي كل شخص إذن هنا أيضا يوجد محادثات واحدة تسأل وصديقتها تجب وأخرى تسأل وصديقتها تجب Who is the tallest student in your class؟ من أطول طالبة في صفك؟ ردت وقالت It's my sister إنها أختي She's taller than all of us فهي أطول منا جميعا سألت سؤال آخر What school subjects are more difficult at school؟ أي من المواد الدراسية هي أصعب في المدرسة؟ ردت صديقتها وقالت I think math and history are more difficult أعتقد أن الرياضيات والتاريخ هي أكثر صعوبة ننتقل إلى كتاب الworkbook page number 122 أي صفحة 122 لن نقوم بحل تمرين رقم واحد ولا تمرين رقم اثنان لأنهم يتعلقون بالدرس القادم ما سنقوم بحله هو تمرين number 3 Write sentences using the comparative form علينا أن نكتب الجمل باستخدام شكل المقارنة لدينا هنا كلمات الجملة علينا أن نكون أسلوب مقارنة number 1 My sister short و me إذن هنا نقارن ما بين أختي وأنا والصفة هي short أي أقصر سنقول My sister is shorter than me إذن سنضف للصفة القصيرة E-R ولا ننسى than number 2 I think math difficult ولدينا English إذن أنا أعتقد أن الرياضيات سنقارن ما بين صعوبة مادة الرياضيات والإنجليزي سنقول I think math is more difficult أضفنا more لأن difficult هي صفة طويلة than ونضع English لأننا نقارن ما بينهما number 3 لدينا pandas وهي دببة الباندا و friendly الصفة ولدينا bears الدببة العادية إذن سنقارن ما بين الباندا والدببة العادية من منهم ودودين أكثر سنقول pandas are more friendly than bears إذن الباندا أو دببة الباندا استخدمنا are لأننا نتكلم عن مجموعة هي أكثر أضفنا more لأن friendly صفة طويلة عند قراءتها قسمناها إلى مقاطع قلنا friend the li ولا ننسى than number 4 my kitten big my mom's cat إذن نقارن ما بين قطة الصغيرة وقطة أمي والصفة هي big صفة قصيرة سنقول my kitten is bigger than my mom's cat number 5 parrots intelligent snails نقارن ما بين الببغاءات وما بين الحلزونات من أذكى منهم intelligent هي صفة طويلة parrots are هنا صححت الخطأ ليس is لأننا نتكلم عن مجموعة إذن parrots are more intelligent than snails إذن هنا صفة طويلة أضفنا more وجاءت بعدها than في المقارن ما بين شيئين والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية شرح الدرس إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكرا